ردا على ما ذكرته الـ LBCI في برنامج حكي جالس وفي نشرة أخبار مساء الخميس عن أن مادة النتامايسين المستعملة في صناعة اللبن من قبل بعض المصانع قد تؤدي إلى أمراض سرطانية عقدت إدارة شركة ديريخوري مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أن المادة طبيعية 100% والدراسات العالمية تنص على استبدال حمد الصوربك المستعمل في لبنان بالنتامايسين هي من فئة المواد الحافظة الطبيعية أنتيفونجيك التي لا تحدث وعلى مسؤوليتنا أي تأثيرات سلبية مضرة أو خطيرة على الصحة أهم مرجع بالعالم للغذاء هو الكودكس أليمنتاريوس أي الدستور الغذائي اللي هو منبسء عن الأمم المتحدة بجهتين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة الفاو هل الكودكس بيقول عمل ليستة آخر ريفيو لألة آخر كراءة لألة 2013 بيقول بين الأدتفز المضافات الغذائية المجتمعون أكدوا أن المادة تستورد إلى لبنان بعلم الوزرات المختصة كما أن الجهاز الهضمي للإنسان لا يترك منها رواسبة داخل الجسم هذه المادة تستعمل كدواء للإنسان تستعمل أي دروب لوكل بالعين للفطريات هي نفس المادة وبتستعمل للسكند لحالات اللوكل لحالات الفطريات التي تأتي على الجلد شركة ديريخوري ناشدت الوزرات المعنية التحرك سريعا لكشف الحقيقة أمام الرأي العام لأن إثارة القضية بهذه الطريقة ألحقت الكثير من الخسائر بالصناعة اللبنانية